مهم جداً الفرص اللي تجي لك تسددها ونتيجة كبيرة خارج أرضو خمسة واحد على بورت وبيأكد ان ليفر بول يعني اكيد متواجد في الدور اللي جاي من الشاملز ليجا بالضبط يا كابتن هو حتة الفرص زي ما اتكلم عليها عايز اقول الحراكة ان ده يعني بيوديني المباراة فياريال اللي هنتكلم عليها كمان شوية ومنشستر يونايتد بين الشوتين في التحليل في سكاي سبورت دارين بينت النجم الانجليزي الكبير قال ايه قال فياريال هيندى مع الفرص دي كان فياريال ماسك منشستر يونات الشوت الاول وهجمات كتير جدا ودي خيط عاملك حنجلة حنجلة لان فيها كلام كتير جدا لكن مباراة يمسك الكلم على الصلاح كمان شوية الكرة هي الفرصة صحيح انت فرصة تستجل لها محمد صلاح محمد صلاح حطم الارقام يواصل تحطيم الارقام القياسية الهدفين اللي سجلهم في شباك بورتو خلوه اللاعب الافريكي ثاني اكتر لاعب افريكي يسجل اهداف في دورة ابطال اوروبا يعني كان الترتيب كان الاول دي دي دروكبا والتاني سامويل ايتو ب30 هدف صلاح امبارح اول امبارح في ماتش بورتو وصل ل31 هدف في بطول الدورة ابطال اوروبا يتخطى النجم الكبير سامويل ايتو خلاص وبيقرب من دروكبا كمان صلاح بقى على بعد هدف واحد من الاسطورة ستيفن جيرارد كاكسا اللاعب يسجل اهداف قائد ليفربول التاريخي في بطول الدورة ابطال اوروبا لفرقة ليفربول خلاص فرق هدف دلوقتي 31 و30 بالنسبة لصلاح مع ليفربول في دورة ابطال بقى بيفصلوا هدف واحد انه يسجل انه يعمل انجاز ستيفن جيرارد اللي هو اسطورة في ليفربول والكلام ده حتى اتكلم عليه انبارح في تصريحات النجم الكبير المدافع جيمي كارجر مدافع ليفربول اشاد جدا بصلاحه قال في تصريح كده خدوته صحف الانجليزية قال صلاح المخيف صحيح صلاح المخيف كمان على مستوى الارقام لو شفنا ارقام كمان محمد صلاح في مبارات بورتو بتتكلم على تصويبات مثلا على سبيل المثال تصويبات اتنين الاثنين اهداف وده عدد مية في المية من التصويبات ايجابي جدا ده محمد صلاح بنتكلم على طبعا صناعة الفرص صنع فرصة للتهديف التمرات خمسة وعشرين منها اتنين وعشرين صحيحة بنسبة تمانية وتمانين في المية ده عدد كبير مراغات صحيحة مراغات اربعة منهم اتنين صحيحة فانت بتتكلم كمان على ارقام ما بنقولش انها يعني انا دايما ببص الارقام مش بعدد الارقام الكبيرة انا ببص بالمحصلة وتأثير هذه الارقام محمد صلاح تسددتين هدفين محمد صلاح عنده تمريرة حاسمة ما جاتش هدف لكن كمان على مستوى تمانية وتمانين في المية ده عدد كويس بالنسبة لمهاجم التمرات صحيح فكلها ارقام على مستوى التأثير قوية جدا وده بصراحة اللي بيميز محمد صلاح محمد صلاح حاليا يا كبتن يعيش كمة نضجه القروي يعني خلاص هو دلوقتي بيتقارن في اوروبا دايما خلاص هو دلوقتي بيتكلمه ميسي رونالدو زي ما نقولي مبابيه صلاح حتى مبارح يعني برضو هنجيلها رونالدو بعد ما جاب الهدف بيتقنوه بصلاح العضلات اما قلع والتيشيرت بقت كل الصحف العالمي بتتكلم عضلات صلاح اللي ظهر بيها وعضلات رونالدو اللي ظهر بيها صلاح بقى طوب تين طوب فايف مش هنقول طوب تين في العالم حاليا من ضمن الطوب فايف لعيبة الافضل افضل خمس لعيبة في اوروبا والعالم موجود بينهم فخر كبير لمصر وفخر كبير للعرب والكرة الافريقية ونتمنى انه يوصل للمسيرة دي الفترة الجاية ان شاء الله على مستوى نفس المجموعة كان فيه مباراة قوية جدا ما بين اتليتيكو مادريد والميلان وطبعا فوز اتليتيكو مادريد بهذه المباراة 2-1 لكن كمان عايزين نتكلم انت شفت المباراة دي ازاي وشايف الميلان ازاي الميلان بيقدم مستوىات رائعة جدا حتى على مستوى تشامز ليك حتى في المباراة الاولى كان عنده او سب مشكلة كبيرة جدا جدا لليفر بول لكن خص المباراة كمان على مستوى المباراة اتليتيكو مادريد كان متقدم رغم النقص العددي بمتقدم 1-0 لغاية دقيقة يمكن 80 ولكن بيخسر الميلان على ارضه 2-1 امام اتليتيكو مادريد والهدف الثاني في الدقيقة 90 راقل الجزاء لسوارز الحقيقة فريق ميلان فراء فريق سيء الحظ يعني بعد المباراتين اللي قدهم فريق سيء الحظ لأول مرة في التاريخ المسم ده لأول مرة في التاريخ في تاريخ دورة أبطال مشاركات ميلان يخسر أول مباراتين في البطولة يعني لم يصبك لميلان أنه شارك في بطولة دورة أبطال أوروبا وخسر أول مباراتين في دورة المجموعات دي بتحصل لأول مرة الفرقة بتعود السنة دي زي ما احنا عارفين لدورة الأبطال التشامبنزلي بعد فترة غياب طويلة على ايد ستيفان وبيولي بيرجع وبييرجع الفرقة ولكن الفرقة بتقدم كرة حلوة جدا يا كابتن زي من تابع الماتشات في الماتش الأول خسروا من ليفربول على ملعب ليفربول 3-2 بصعوبة قوية جدا واحراجوا ليفربول في ملعبه الماتش ده كانوا كويسين جدا بس طبعا طرد اللي تعرض له ستيفان كيشي أثر على الفرقة نجمي الفريق كبير اللي كذا فرقة في العالم بتتابعوا لعب الإفواري لعب وسط الملعب الترد فده أثر عليهم حصلوا على راكل الجزاء فريق أتلتكو مادريد وقدر يكسب بيها أنا بقول أن ليفربول وأتلتكو مادريد بيلعبوا بالخبرة يعني الأكثر من المهارات جدا لأن فرقة ملعن فرقة جايدة جدا ولكن بتخسر لنقص الخبرة في البطولة الأوروبية بزبط يقولون 7 سنين ما بيشاركوش في التاريخ تغيبين على البطولة الأوروبية فريق متوسط عماره 24 سنة أعتقد يعني هو كان بيعمل أنه يكون في المركز الثاني أو حتى المركز الثالث للوصول للدور الأوروبي لكن